كانوا زمان يقولولنا اللي عاوز يفلح ما بتفرقش معها الظروف واللي عاوز يتفوق ما تفرقش معها حاجة يعني انت خدت بالك لسه كنا بنتكلم على مين؟ على محمد صلاح محمد صلاح ابن قرية عادية خالص عندنا في محافظة في مصر اسمها نجريك في الغربية شق طريقه وحلم لحد ما بقى ايقونة عالمية والفيفا تعمل عنه فيلم وثائق كبير وما الى ذلك فاللي عايز الحاجة يجري ورا حلمه لحد ما يحققه ولا بقى ظروف ولا مش ظروف كل الكلام ده حاجة شوف في توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده اولا بس انت كمان تسعة وتعمل اللي عليك وتتحرك صح ما يبقاش ايه كثير الضجيج قليل الطحين يعني تتحرك صح زي واحد بيجري في مكانه عمليا بزل مجهود اه بس بيجري في مكانه علا رفعت حاجة تانية علا رفعت ما جريتش في مكانها علا رفعت جريت لقدام ولا فرق معها اي ظرفة بل بالعكس خلت ان هذه الظروف تبقى واحدة من ضمن الدوافع اللي تخليها تحلم وتجري ورا حلمها علشان تحققه فتتفوق الاولى على الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة وفخورة بان والدها عامل نظاف انا كذلك فخور جدا والله بكلم بجد مش هزهر خدت قرار انها هتدرس تمريد وقالت يعني التمريد من ضمن الحاجات الحلوة بالنسبة لي ومرشحة جدا وبقوة بس كمان هتبقى تكلفتها اهدى علي شويتين من انا اخش كلية تانية تبقى يعني اكمل سنوية عامة وهيبقى فيها بقى تنفقات وهتبقى مصريف والدي مش هيستحمل ده طيب تعالوا نشوف علا رفعت نكلمها في التليفون اولا نهنيها ازاك يا علا ازاي حضرتها عامل اي حبيبتي الحمد لله والله انت ازاي حضرتها انا الحمد لله انا كويس اولا الف مبروك يا علا طلعت الاولى على البحيرة كلها الله يبارك في حضرتها جبتي كم في المية يا قوليلي جبت تسعة وتسعين وستة من عشر الله اكبر ما شاء الله انت من فين في البحيرة يا علا انا مركز شبخي اه احسن ناس يا علا قوليلي بقى وخدتي قرار انك انت هتخشي سنوي تمريد والله انا كنت الاول عايزة ادخل سنوي كده عشان الظروف وكده وكت اصلا حط عيني عليه من اول ما دخلت الاعداء دي فانا يعني لجيت طبعا استجابة من الرئيس وكده فطبعا بشكره وبدعم الطلاب المتفوقين فيعني قلت ادخل سنة وعام يعني طب احكيلي على استجابة الرئيس احكيلي عليها ايه اللي حصل والله انا كنت طالعة في لايف وكده وقلت ان انا مش محتاجة مساعدة من حد وانا بس بطالب الدولة ان هي تتبنى تعليمي وانا اتعلم تعليم كويس فانا يعني عرفت ان جاء الاستجابة وكده وانا يعني جاء الاستجابة وعرفت ان هو هتبنى تعليمي وكده طيب دي حاجة كويسة خالص ايه اللي طلع في دماغك الفكرة بانك تعملي اللايف ده يا حلم واقوة ها والله هو في واحد اسمه الاستاذ سامع عبدربو ها هو اول مش هادة طلعت وكده دي عندنا وصور معايا طبعا بشكره هو العملي كده وخلانا اوصل للسيادة الرئيس طب والله دي كانت فكرة كويسة وخلاص كده احنا ان شاء الله دخلين بقى سنوي عام ايه ان شاء الله باذن الله ونوي على كلية ايه بعد ما ناخد السنوية العامة ان شاء الله والله عايزة ادخل طيب وعايزة اتخصص في الجرافة وابجزة الدكتور ماجدي عكوب كده وساعد الناس الفجيرة وساعد اهل القرية بتاعتي يعني لانه عارفة ظروفه مهمة برضو الناس على جد حالهم فعايزة ساعد الناس المحتاج قريتك اسمها ايه يا علا اسمها الخردلية الخردلية ايه مركز شبراخيت بحيرة ايه لا ده انا كده هخلي زميل يروحوا يزوروك يا علا لازم ونقعد معاك كده قاعدة ونتكلم مع اهلنا اللي هناك عندك في الخردلية تنورونا والله نور نورك يا علا طيب بصي بقى انت ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام انا واسق ان انت هتبقي زي دكتور ماجدي يعقوب بس ساعتها انت كده مش هتخدمي قرية الخردلية بس انت هتبقي دكتورة كبيرة فهتخدمينها كلنا يا علا ان شاء الله يشرفني والله طب علا انت عارفة انه الطبيبات الجرحات في مصر قليلين جدا 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 ايه انا عارفة الموضوع ده بس انا ايه يعني ايه ده حلمي ونفسي نفسي ان انا يعني ايه اتجاهيك ويسم ايه نفسي ان انا اتخصص في المجال ده انا عارفة انه صعب يعني ايه ده حلمي يعني ان شاء الله يا علا هتحقق ايه واحنا باذن الله هنبقى دايما معاكي وهنبقى وراكي ولو عاوز اي حاجة هتلاقينا كلنا حواليكي زي ما شفتي كده انه في استجابة وان مصر كلها بتدعمك سيقي ان احنا هنفضل كل مصر تدعمك يا علا لحد ما تتخرجي من كلية الطب بتفوق وتبقي واحدة من الجراحات المصريات العظيمات الدكتورة علا رفعت ان شاء الله شكرا لحضرتك احنا من هنا ورايح مش هنقولك يا علا بقى خلاص كده نقولك يا دكتورة علا ان شاء الله وسلمي على بابا هو جنبك ان شاء الله هو جنبك ولا مش جنبك لا مش هنا مش هنا طيب بس عمي هنا جنبك طيب سلملنا عليهم كلهم وسلمي على بابا وقلوا احنا ان شاء الله برنامج التاسعة هيجي زورنا قريب ماشي وما سامعيناك دلوقت سلملنا عليهم كلهم يا حبيبتي سلملنا عليهم ربنا يسلمهم يا رب الف 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 شكر لصديقتنا بنتنا اللي في يوم من الايام تبقى الدكتورة جراحة علا رفعت طيب